اختتم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمنسقي الانذار الصحي المبكر والتي نظمتها على مدى يومين البرنامج الوطن الذي نظمه البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيز والسل والملاريا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية الدورة شارك فيها أربعون مشاركا من ثلاثة عشر مديرية بمحافظتي عدن ولحج من ضباط الترصد في المرافق الصحية الجديدة وتهدف الدورة إلى إدخال أكبر عدد من المرافق الصحية ضمن نظام الايديوز لضمان الحصول على البيانات الصحية والموحدة